وخلينا نحكي الطريقة الاخيرة من طرق التكامل التكامل بالكسور الجزئية بنحب نحكي لها تكامل القسمة لانه بتكون قسمة مستحي تكون ضرب هاي تمام وكسور بين قسمة يعني بتكون اخذنا يا استاذ التعويض اخذنا الاجزاء قلنا موضوع التعويض كان لما يقولك تظلوا غير خطي غير خطي غير خطي الاجزاء يكونوا مضروبين ببعض بس زاوي خطي يا كثير حدود مضروب بجيب شو بدك تعمل كثير حدود مضروب بيهاق السين شو بدك تسوي كثير حدود كثير حدود مضروب بمركب خطي ما حتقدر ايش ما حتقدر يتفكر التكامل بالكسور الجزئية تعال نسأل حالنا السؤال متى استخدم الكسور الجزئية تستخدم هذي الطريقة لإيجاد بس كثير حدود على كثير حدود طريقة الكسور الجزئية فقط تستخدم لما يكون عندي كثير حدود على كثير حدود كيف يعني والله العظيم الناس في طول ما بعرفش كثير حدود الله يعدمني اياك وانتم ما تيسكوه كثير الحدود اللي هو بكون سين مرفوع لقوة صحيحة تمام وموجبة يعني قوة طبيعية يعني رقم موجب تمام سين قوة واحد سين قوة اثنين سين قوة ثلاث ممنوع يكون فوق جذر ممنوع يكون تحت جاب ممنوع يكون فوق هاء السين ممنوع يكون ايشي الا كثيرات حدود لما يكون فوق كثير حدود وتحت كثير حدود انا هون بطر ايش استخدم التكامل بالكسور الجزئية بشرط ان يكون المقام كثير حدود تربيعي طلعي الشروط طب بتقول لي بالله جاد تهبهل قول لي تعال هون تعالوا على التفكير التسلسلي الخاص بحالة القسمة ما لما كنا نحلل مرات كان يكون كثير حدود على كثير حدود ليش ما كنت استخدم الكسور الجزئية تعال نشوف بشرط ان يكون المقام كثير حدود تربيعي هاي اول شرط لازم يكون تربيعي طب لو كان تكعيبي بزبطش لو كان خطي بزبطش لازم يكون تربيعي تربيعي من الدرجة الثانية يعني من الاخر يحلل الى عوامل مختلفة او الى قوسين مختلفين طب افرض يتحلل الى عوامل متشابهة واذبط هنجيها عن طريق الاقواس او العامل المشترك اذا عشان انا احل بكسور الجزئية تمام هسه هنيجي انه لازم يكون ثابت على تربيعي او خطي تربيعي لازم يكون المقام تربيعي وكذلك الحدود طبعا ويحلل الى عوامل مختلفة ويحلل الى عوامل مختلفة كيف يعني يحلل الى عوامل مختلفة يعني قوسين مختلفين سين ناقص خمسة سين زائد عشرة سين مضروب بسين زائد ثلاث ارقام مختلفة سين ناقص اتنين سين ناقص اتنين ما بتزبط هاي مش عوامل مختلفة تحذير اذا كانت درجة البسط اقل من درجة المقام كسور جزئية مباشرة بكون الحل اللي هي عبارة عنه نكتب لي إياهنا بكون يا ثابت هي حالتين في شغيرين يعني يا ثابت على تربيعي حكينا لازم يكون تربيعي أو تمامي قايز أو بكون عندك خطي على تربيعي طب إذا كانت درجة البسط أكبر من درجة المقام نبدأ بقسمة طويلة أولا ثم كسور جزئية إذا كان الحل كسور جزئية إذن برجع بعيد إذا كانت درجة البسط أقل من درجة المقام بقول له كل الاحترام إليك فل شمع منه وراء بلش لي بكسور جزئية ما هو تربيعي لازم يكون المقام فكيد في وقيا بتكون ثابتيا بتكون خطي طب إذا كانت أكبر أو تساوي درجة المقام بقول له لا نعم بسوي قسمة طويلة أولا بعدين ببلش بالحل بتقول لي ما فهمتش بقول لك بحرف تعالي ببلش نشوف كيفنا نتعامل مع هذا القسم من الأسئلة ركز بعملها جت كل من التكاملات التالية تكامل اتنين سين تكامل اتنين سين تكامل اتنين على سين تربيعي ناقص أربعة بتقول لي قسمة بقول لك كل الاحترام ركز مع منيح التفكير التسلسل الخاص بحالة القسمة عندنا هيك عشان ما تقول شو سابت حفظني قاعد التفكير التسلسل الخاص بحالة القسمة توزيع المقام على البسط بتكتب المسألة عندي هون اتنين على سين تربيع ناقص أربعة هل هي توزيع مقام على بسط بتقول لي لا لأنه المقام مش حد واحد إلغي هل هي تحليل ما هو الأدف من التحليل اختصار المقام بقدر حلل فوق ايشي لا ثابت عقود بوس ثابت عخطي مش ثابت عخطي ولا هيثابت عتربيعي لا يجوز طب مقامه مش تقته فوقه بتقول لي لا سين تربيع ايش تقتنين سين فوق فيه اتنين مش تنسين مرة طالب بقول لي طب ايزي شما لك انت اخوي ايزي اضرب بسين على سين الله يشلهن ايديك تمام الله يشلهن ايديك ما بصير انا اضرب بمتغير عمتغير بحكيتها الف مرة اذا بدي اضرب بشغلات زيك قايز بضرب بس ثابت اصحى شان الله هالسابي بقول لي لا هي عبارة عن مقامه مش تقته فوقه بقول لي ليش بقول لي لأنه اشتقها يبجيب اتنين سين ناقص اكسين بقول له سين على سين لا يا زنم لا لا هذيك بس كان نقصنا ارقام يا زنم ارقام عادية اصحى طيب بعدين الف على سين قوة زائد او ناقص سين لا هذا مش الشكل الموجود عندي لا هنا مش سين مش موجود سين اخر شيء المقام كثير حدود تربيعي اه يحلل الى عوامل مختلفة يحلل الى عوامل مختلفة اولية اه اه او عن طريق الاكواس او عامل مشتركها درجة البسط اقل من درجة المقام اه والله صح اذا كسور جزئية مباشرة بروعة كسور جزئية مباشرة شفت كيف ما قلتلك كسور جزئية بلش حل وقلتلك مرق الافكار لا تطقيع راسك لانه اول ما تشوف سؤال قسم زيك راح تقول يلا بدي امرق افكار القسم ايش على راسي تعالي نشوف كيف نحل السؤال اذا نحضر كسور جزئية مباشرة درجة البسط اقل من درجة المقام اقل من درجة المقام بمسك السؤال نفسه انسا شهر تكامل انساني منها هاي تكامل ده لساني منها خلاص امسك لي السؤال نفسه بتقول يساوي بتحط كسرينجا بعضه بينهم زائد بتحلل اللي تحت تمام خليني اقول لك ها بدي بدي اسوي معاك شغلة بدي اسوي معاك شغلة اتنين علخ حلل اللي تحته جايز سين نقص اتنين سين زائد اتنين حط هون الف وهون با بحط كسرينجا بعض اصرح تعمك شغلة بحط كسرينجا بعض وبحط بينهم زائد وتحت كل واحدة بحط قوس طيب استاذ وقف شوي بس لو انا حطت سين زائد اتنين هون سين نقص اتنين هون عادي او عادي مفرقتش طلع لي فكرة الكسور الليوزية مثلا ده سألك سؤال ده سألك سؤال نص زائد ثلاثة على خمسة اجمع لي ايان هدول بتغطوح المقامات شو بتصير خمسة زائد ستة على عشرة خمسة زائد ستة هاي عبارة عن احداش على عشرة صح ولا بتقول لي صح اذا احداش على عشرة عبارة عن نص زائد ثلاثة على خمسة انسها الساعة الفكرة ايش اني انا معطيك كسر جامد بدي ارجع لاصله هو عبارة عن نص زائد ثلاثة على خمسة هو عبارة عن نص زائد ثلاثة على خمسة فشو بدي اعمل بدي هاي افرطها ل كسرين بقدر اكامل كل واحد لحاله عن طريق اللوغاريتم اذا هاي الفكرة هاي هاي اللي زي خلينا نعتبرها اتنين عسين تربية ناقص اربعة وهاي انا ايش مسكتها وفرطتها الى كسرين هي عبارة عن اصلها عن هاي زائد هاي هاي فكرة الكسور الجزئية بجزء الكسر او بفرط مين او بفرط الكسر تمام طيب ماشي